الأنواع الخاصة من هيمولاتيكانيميا في نوع مهم جدا اسمه إيميون هيمولاتيكانيميا هيميون هيمولاتيكانيميا هو بيكون سببه حاجة اسمه أو أوميون أنا عندي في الصورة هنا الأوتو اميون وبيتكلم على إن جاز المناعي بيبتدي يهاجم الجسم نتيجة إن فيه لخبطة في اليميون كان مفهود يبقى فيه حاجة اسمها اللي هي منظمة الجهاز المناعي حيث إن الجهاز المناعي بيهاجم الحاجات الغريبة لا هنا أصبح بيهاجم فبالتالي بيبقى أعمل لي مشاكل للشخص ده اللي هو مرض المناعة الذاتية أوتو إيميون هيمولاتيكانيميا كسر بتاعته طبعا بيبقى فيه عوام الانفيرومينتل العامل ديت دخلة في الموضوع يعني هي ممكن تكون هي السبب فيه إن وصلنا لمرحلة الإيميون بالإضافة إلى الجينات بتاعت الشخص بتأثر برضو في الموضوع يبقى عندي القصة متدخلة وليست سيمبل زي هيمولاتيكانيميا طيب النوع الأولين يعني خدنا فكرة عنه في شريح الفاته هو الأوتو إيميون هيمولاتيكانيميا سببه فلير أوف تولورنس فشل الجهاز المناعي النواعي يستحمل السيلف أنتجن بتاعته فابتدأ الجهاز المناعي يهاجم السيلف أنتجنس يبقى الأنتيبوتز أجينيست السيلف أنتجنس ودي ساعات ببقى أنواع في نوع اسمه وارم أنتيبوتز أو وارم أوتو إيميون هيمولاتيكانيميا في نوع آخر اسمه كولد ببقى فيه كولد أنتيبوتز أو كولد بنسمي المرض كولد أو أوتو إيميون هيمولاتيكانيميا طبعا الدياجنوز بتاعهم فيه اختبار مهم جدا بناخده في العمل اسمه او التولرنس ديت برضو نحب نتكلم عليها بنقول انها بكون يعني انواع يعني الجسم نفسه عنده حاجة في التولرنس انا بركز عليها التولرنس دي حاجة اسمها وحاجة اسمها هناخدها في المناعة بالتفصيل بحيس ان الجهاز المناعي اي خلايا مناعية بتهاجم بيعمل لها ايه بيعمل لها يعني اما يحزفها اما بيغير من طبيعة ايه الخلية اه اللي هي يا اما بيعمل حاجة اسمها يعني يخليها زي كسولة ما تدرش انها ايه تهاجم ايه الخلية دي اما يعمل لها ابوبتوز ممكن يموتها كمان اه ابوبتوزيس وممكن يعمل لها تثبيت او احباط كل الغرض ان يبقى فيه ازا حصل هنا المشكلة يبقى مشكلة فعلا في الفيلير افتورنس ينتج عنه الاوتو اميون ديزيس طيب اوتو اميون هموليتك انهمية زي ما اتفقنا في منها نوعين وورم اند كولد بتنتشر قوي الورم معها خلايا اسمها سيروسايتوس خدناها قبل كده يبقى فيه خلايا قروية بيكون منتشرة جدا في حالات الورم اوتو اميون هموليتك انهمية بينما في حالات الكولد اوتو اميون هموليتك انهمية بيكون في حاجة تانية زي ما شايفين في يمين الصورة بيكون في حاجة اسمها اللي هو الاجلوتونيش ان الاربسيز متجمعها مع بعضها عاملة اجلوتونيش تجمع ممكن تكون السبب بتاع الاوتو اميون هموليتك انهمية اديوباسيك وممكن يكون اديوباسيك يعني بدون اي سبب وممكن تكون مرتبطة ببعض امراض المناعة زي امراض مشهور جدا اسمه اس ال اي اختصار اختصار لسيستيميك سيستيميك يعني واخد كل اجهزة الجسم او معظمها لوباس ذئبة وايه مرض ذئبة الحمراء مرض وراء مناعي وداخل فيه برضو الجينيات مع ايه مع غيروينتك عشان يحصل ده طيب اه انا نرجع تاني مع بعض ده اسمه اجلوتينيشن وده بيحصل في درجة حرارة اللي هي تحت السبعة وتلاتين لا اه مجرد انك نخد تعيينة الدم كده تده يحصل اللي هو اجلوتينيشن انت شايفه بوضوح على جدار الانبوب ولو فردنا سلايد تلاقي العربسيز متجمع مع بعض ده اسمها اجلوتينينز او اجلوتينيشن ده ما هو موجود في بينما في الورن بنلاقي الخلايا الاخرى اللي هي اسمها ايه سفيروسايتس بقى سيروسايتس في الورن بينما الاجلوتينيشن في الكلد شفنا الشريحة ده تابلي كده الاجلوتينيشن على التيوب وعلى انما داخل الجسم بقى الاجلوتينيشن ده تجام معقرات الدم الحمراء خطير جدا لانه ممكن يسد الاوعية الدموية اللي وصلة للاطراف خصوصا الاصابع بتاعت الايه القدم والرجل زي ما انت شايفين كده وده ممكن يعمل لنا حاجة مرض خطير جدا اسمه جانجرين 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 ده او نيكروزس يعني الخلايا بتاعت الايه الجلد طبعا ما تحت الجلد من ايه من انزجة والعظم كمان يحصل لها انها بتاعها يقل فبالتالي يحصل السواد اللي احنا شايفينه ده اللي هي الغرغرينة اللي ممكن تؤدي ان احنا نحتاج الى قطع اصابع اليد او الركل اللي منا عليها استقصال الجزء ده عشان هي نقدر نحافز على بقية الجسم